نكمل اليوم إن شاء الله على Unicast routing protocols كنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن distance vector routing وقلنا إنه الرب protocol اللي رح نتكلم عنه اليوم بيستخدم الالغورثم اللي درست في مادة النتوركس اللي هو distance vector routing algorithm الآن ذكرت المحاضرة الماضي بدأرجع أذكر كمان مرة إنه distance vector routing algorithm بإمكانك ترجع تراجع البيسيك آيديا تاعته سواء من الكتاب اللي معناه أو من الكتاب النتوركس نفسه اللي درست منه المادة سابقا حتى تكون واضحة إليك الأمور لما نتعامل مع distance vector routing وكيف information should be handled by the router الآن تركيزنا رح يكون على البروتوكول نفسه الآن اللي هو يسمى routing information protocol الآن إحنا كنا في المحاضرة الماضي برضو صنفنا ال routing protocols لـ intra domain routing protocol inter-domain domain routing protocols لنستخدمهم in the same organization under single administration و تحديدا رح نتفرج على الهدر تبع الرب message كيف تكمنيكيت هاي المسيج بتوين الـ routers داخل الـ autonomous system وبنفس الوقت نتعرف على الـ fields اللي داخل الهدر أو الـ payload part الآن من الأشياء اللي برضو ذكرناها سابقا إنه distance في distance vector routing بيعتمد على مبدأ number of hubs زي ما تشايفين حتى في الرب protocol فالكوست ما بين الـ router as مثلا a source و as between the destination عادة بيكون هذا الكوست in terms of number of hubs فلو أنا فرضا رح نشوف الآن مثال إذا أنا كنت as a router بعيد عن network destination مثلا two or three hubs فعدد الـ hubs هاي ما بيني وما بين الـ network باعتبرها الـ cost طبعا عادة إحنا نختار بـ table إنه نسجل the one the next hub اللي بيعطيني shorter path فشفنا المرة الماضية مثال إنه كيف لما نفس النود يجيها أكثر من update من الـ neighbors تعونها الـ neighbor اللي بيعطيني update بـ shorter path هو اللي أنا I will take it as the next hub شغلة ثانية كمان اللي ها علاقة بالـ infinite distance واللي هو إذا بتتذكروا لما تكلمنا عن الـ two node والـ three node instability قلنا إنه usually we limit the infinite distance أو يعني متى منعتبر إحنا إنه distance infinity ما بين source ما بين الـ router وما بين الـ network اعتمدنا اللي هو number 16 طبعا لما نقول 16 هذا limitation في الداخل الـ autonomous system إنه ما يكون في أكثر من 15 hubs ما بين الـ router والـ network طبعا هذا من الـ limitations إنه لازم within the same autonomous system ما يكون في عندي يعني maximum خلينا نقول distance ما بين الـ router وما بين أبعد network عنه عندي مجال 16 hubs maximum طبعا once we say 16 it means infinity يعني إنه ما في path أو ما في route ما بين الـ router وما بين destination network الآن هذا مثال على topology طبعا high routers مع مجموعة من الـ networks كلهم نعتبرهم طبعا هون within one autonomous system كل router طبعا عنده routing table شفنا فكرة routing table سابقا وقلنا إنه عادة بيكون في عنا three main entries في عنا destination اللي هو هون in terms of network address وفي عنا cost زي ما برضو ذكرنا سابقا بحالة distance vector routing منعتبر إنه الـ router زي هون هذا الـ table لـ R1 منعتبر إنه الـ router لعنا R1 connected directly على two networks اللي هم اللي هما N1 وN2 هذولا الـ network address لـ N1 وN2 فمنعتبر إنه الـ connection direct يعني معنى آخر ما في next hub والـ cost 1 فمنعتبر cost 1 it means إنه directly connected الان لاحظ لو R1 بده يوصل لـ network زي network 3 وnet 4 هون مثلا لدينا الـ address 195 240 هذا الـ address تبعا network 3 ثاني لدينا الـ dot 5 network 4 وفي لدينا dot 6 اللي هو network 5 بتلاحظوا هذول الـ three networks اللي موجودات هون اللي هم هذول الـ networks الـ cost أعلى وفي router طبعا لاحظ هون الـ next hub R2 في كل الحالات يعني حتى لو بدي أوصل لـ network 5 I have to use R2 as a next hub بس الفرق الان بالـ cost حتى أوصل الـ network 3 and network 4 I need only one hub اللي هو R2 طبعا الـ cost هون زي ما قلنا منعد router itself as one hub وبنكمل عليه فعنا الان الـ cost 2 reach network 3 or network على اعتبار انه راوتر 1 R1 يعطينا cost 1 و router 2 عشان اوصل الـ network 3 بعتبر cost 2 لاحظ لو بدي يتكلم عن network 5 cost 3 I have to go through اللي هو عندي R1 R2 R3 نفس الشيء بالنسبة network 6 and network 7 cost 2 I can reach them بال next hub اللي هو R4 وهذا الIP address R4 ارجع اذكركم بال IP address كمان مرة قلنا اي router في له more than one interface which means more than one IP address طبعا لاحظ هون انه الIP address اللي اخترنا من هذول الثلاث ل R4 for example في عنده IP address على network 6 وعلى network 7 وعلى network 2 طبعا انا بختار next hub IP address اللي بيكون على يعني connected directly على نفس network تاعتي لعشان هيك انا بعتبره neighbor فلاحظوا R1 عشان يستخدم R4 as a next hub to reach network 6 and network 7 it will use IP address R4 من الانترفيس الكنتورك على network 2 which is 130 11 01 هذا الIP نفس الشيء بالنسبة لR2 we choose الIP address 130 10 01 طيب نفس الشيء طبعا الother routers كل واحد في عنده routing table طبعا هاي الrouting tables لما وصلنا لهاي النتيجة انه كل router في عنده cost ل network موجودة داخل الautonomous system هذا بعدما الrouters بلشوا to exchange messages between بعض لحد ما وصلوا ل steady state انه كل عندهم معلومات يعني لو بعث الان router 1 update بالtable تبعه لR4 ما رح يلاقي R4 اي معلومات جديدة to update its routing table فبهاي الحالة بنعتبر انه وصلوا كلياتهم لمرحلة الconvergence الان لو ايجينا نتكلم عن المسج نفسها اللي exchange بين ال routers نسميها rib message عندنا two main messages نسميهم request and response الان الformat ل rib message كالتالي في عندنا main header مكون من three fields وجزء الثالث reserved طبعا لاحظوا في المسج هاي في عندنا بعض fields all zeros يعني غير مستخدمة هذا الكلام بلش في rib version one الان rib version two رح نتكلم عنه بعد شوي استخدم نفس الفورمات للمسج ولكن ضاف more information على المسج من خلال استخدام fields زي all zeros اللي موجودة عندنا هون الان command which means the type of the message طبعا نفس الفورمات رح نستخدمه في حالة request والresponse في عنا version الآن هل نتكلم عن version one زي ما قلنا بعد شوي هاي all zeros رح تستخدم ولكن ب version أخرى اللي رح نصير نقول version two وفي عنا اللي 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 بتحدد طبيعة ال 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 نتورك خلينا نقول في النتور مين مين هو البروتوكول اللي بيستخدم هذا النوع من المسيجز طبعا أول ما نعمل الرب يعني ما كان معمول حصريا ل تي سي بي آي بي فاميلي يعني انه نفترض انه ال 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 اللي مستخدمة هي بفورمات آي بي آدرس فلذلك بنحدد احنا هون يعني رح نركز بالكورس تبعنا على ال تي سي بي آي بي فاميلي اللي اللي هو ال تاعتها بتكون two وعلى انه النتورك آدرس اللي هو الفورمات تاعته المعروف الآن في عنا الجزء هذا بيحكي ربيتد خلينا نفهم الآن معنى هاي المسج في حال انها كانت ركوست أو رسبونس الآن في حال انه المسج كانت ركوست في عنا ركوست ممكن تطلع بطريقتين يعني الآن المقصود انه راوتر بده يعمل ركوست يعني يسأل ال نيبرز تعونه ال دايريكت عنده بده يشوف مثلا معلومة معينة عن راوتر انتري معين بالراتين تابل هسا في الطريقتين الطريقة الأولى اني تأسك سبسيفكلي about نتورك ادرس يعني انا في عندي نتورك ادرس موجود بالتابل تمام وممكن انه بعد فترة يعني ال نيكست هاب راوتر مثلا اصبح مش موجود عندي بدي اعمل update الانتري هذا ممكن اسأل عن نتورك ادرس معين الان اذا بدي اسأل عن مور ذان ون نتورك ادرس ممكن انه اعمل repeat لهذا الpart الrepetition طبعا بس تثني منه بس الheader part اول 32 bits الان طبعا الcommand one لانه منتكلم عن request message الان family دائما ثابتة عنا هون هي two الان بنحدد الnetwork ادرس طبعا اهم two fields اذا لاحظتم هون بالcontent هو الnetwork ادرس والdistance الان لما اعمل request انا بسأل عن specific network address وبتكون distance zero يعني still unknown بالنسبة لي اللي هي cost الان لما ابعث الrequest بتكون zeros في الrequest اذا بدي اسأل عن اذا بدي اسأل عن اكثر من network address i can repeat this part so i can ask مثلا about three four networks موجودات عندي بالrouting table او بدي اضيفهم عن routing table فبإمكاني اسأل هذا الانتري اكرره اكثر من مرة في حال i want to ask about all the networks طبعا هذا بالعادة اذا في عندي router يعني coming for the first time على network يعني let's say ان admin عمل configuration وعمل router صار up في لحظة معينة وكان باقي routers already running they already exchanged their routing tables مع بعض الان هذا الراوتر الجديد اللي اجا ممكن انه يطلب من النايبورز انهم يبعثول له كل routing tables تاعتهم يعني ما بيسأل قاعد عن specific network بيسأل عن table كامل فبهاي الحالة we don't specify specific network address حتى network address بنحط all zeros distance طبعا بطبيعة الحال zeros لانها unknown بالrequest وبهاي الحالة بدي استنى response حسب نوع الrequest طبعا اذا كان الrequest هي for specific network address راح تكون response لهذا network الcoast بتيجي بالresponse اذا كان بهاي الصور معناها بتوقع انه يجي multiple entries من الneighbors هاي الانتريز اللي هي عبارة عن يعني مجموعة من network addresses مع الcoast بتاعتهم مبعوثين ب one rib message طبعا زي ما قلنا كيف ابعث اكثر من network address ب one message we repeat this part على response part اللي هي منسميها مرات update message بال rib قد تكون message هي reply request زي الحالة اللي الان حكيناها هذا النوع من responses منسميهم solicited response اللي هو عادة بيكون زي ما قلنا reply ل request معين طبعا لاحظوا المسج لما ابعث response اول شيء command بيصير two بدأ one الشغلة الثانية انه في عنا distance فصار كل network address وسجله وسجل distance طبعا من وين أجيب هذه المعلومات أنا as a router قاعد بعمل reply فأجي فأجيب ها من my routing table فأنا أرجع على routing table سنرى الآن مثال سأرجع على routing table لتبعي أرى كيف distance أو cost بالrouting table لدي لهذا network address and I share it with my neighbors طبعا زي ما قلنا إذا أريد أعمل reply to more than one network address I do it يعني بنفس rib message عن طريق repeating this part هس ممكن الresponse تبعي ما و وهذا الاشياء سبب timer راح نحكي عن timers بعد شوي في الرب واحد منهم بيسموه periodic timer واللي هو أو بيسموه update timer هذا timer بيبعث يعني بيعمل trigger إنه ينبعث ال routing table تبعي كل فترة معينة ال default time في الرب هو 30 seconds فالآن ببعث ما يسمى بالun solicited response اللي هو response بدون request يعني أنا ما حدا طلب مني to send information about my routing table وإنما I have to share it with my neighbors every 30 seconds طبعا هذا يعني من الأشياء اللي يستفاد منه sharing routing table حتى لو ما في عندي changes صارت بال links تبعاتي as a router مع networks اللي حولي بيستفاد منها as مرات بسموها زي heartbeat message تعطي مجال لل neighbors يعرفوا أنه still alive وبالتالي بمعنى آخر بظل يبعث router زي يعني message حتى لو كان routing table تبعه stable مع neighbors بدون أي changes حتى يخبر neighbors أنه لا يزال موجود وبالتالي entry بظل موجود تبعه بالأذر routing تاب بالأذر عند الأذر routers updated وموجود أنه still alive الآن ناخذ مثال كيف ممكن أنه أبعث أنا response message وكيف زي ما قلنا قبل شوي أنه أنا بجيب معلوماتها من my routing table هاي نفس التوبولوجي السابقة قلنا أنه وصلوا routers كلهم لل steady state وبالتالي الآن routers يعني running protocol وبالتالي they exchange قلنا المessages إما every 30 seconds بيمبعث routing أو request from one router or response from the other السيناريو اللي رح نتكلم عنه الآن let's say إنه R1 بدو يبعث update message ل router 2 طبعا الآن R1 will share its routing table with R2 سيبعث له routing table كامل هذا routing table R1 الآن دعونا نرى كيف سنفرغ هذه entries من destination و cost داخل rib message تحديدا نتكلم عن هذه الفورمات أن نحط لكل entry network address و distance تاعته داخل rib message الآن لاحظ أنه هذا طبعا اللي received يعني كيف صار له update من من الرسيبر اللي هو R2 بس دعونا الآن نتفرج على هذا table نركز عليه هون الآن لاحظ ال entries اللي أخذها ال router طبعا لاحظ حيجي على network address وبعدين يضيفه برب message مع ال cost لاحظ الآن لدينا أول entry طبعا ال header دائما ثابت لدينا ال response 2 command 2 يعني response message 1 version 1 routing protocol version 1 family دائما 2 تلاحظوا هسا لاحظوا هون هذا عبارة عن repetition كل جزء هون عمالنا يعني كل record خلينا نسميه عمالنا بنعمله repeat حسب عدد ال entries الموجودة لدينا for entry 1 عندي network منسجله بال network address part و distance 1 ال cost بنجل ال entry الثاني منسجل ال IP address network address ومنسجل distance طيب لاحظوا طبعا هذول ال entries اللي فاضيات هون هما all zeros وقلنا هذا في حالة version 1 في version 2 رح يكون لهم معنا آخر هسا بتلاحظوا بعد ما عبينا ال entries هاي كليات ها 1 2 3 4 5 6 7 entries هون بتلاحظوا انه بعض ال entries غيرنا ال cost بتاعت هون before we اخذنا ال cost as is 1 1 سجلناها بينما ال entry 3 و 4 و 5 هذول الثلاث اللي و 4 بعض بدل ما نحط cost 2 2 3 حطينا 16 بعدين رجعنا على آخر 2 entries تعاون 205 55 و 56 وحطينا ال cost as is 2 2 طبعا الآن اذا فكرنا ليش هذول ال 3 entries بالذات حطينا لهم cost infinity بدل ما نحط ال cost الاصلية هذا بيرجعنا نتذكر اللي هو واحدة من الرول اللي تكلمنا عنها المرة الماضية اللي هي split horizon and poison reverse واللي هي كانت القاعدة بتقولنا انه اذا انا بدي ابعث update ل my neighbor وكان my neighbor هو نفسه next hub مفروض مفروض قلنا نبعث ال cost infinity لاحظ الآن انا ال table عندي هون في two neighbors اللي هما r4 و r2 الحالات اللي انا قاعد ببعث فيها ل r2 طبعا انا حاليا ببعث response message كامل ل r2 بس حسب table متى r2 بيكون my next hub بالثلاث حالات هذول اللي هما بيكون ال ip address طبعا بنتهي ب 10 0 1 فلاحظ r1 لما بده يبعث ال update تبعه ل r2 اللي هو ال ip address تبعه اللي هو هون 130 10 0 1 هذا ال ip address فبهاي الحالة هذولا الثلاث حالات ما ببعث له actual cost because it's my next hub هذا ال router ببعث له بدالها اللي هي cost infinity وهيك منطبق قاعدة split horizon and poison reverse الان لما توصل هاي المسج الrib message لل router اللي هو r2 رح يعمل extract information منها وياخذ هاي المعلومات ويقارنها بال entries اللي موجودة عنده بال routing table طبعا لاحظوا اخذ كل entry اخذ ال network address اخذ ال cost معه اخذ network address وال cost لاحظوا هدول ال three entries انبعث ب cost infinity الان لما يجي ال router r2 ياخذ هاي المعلومات ويقارنها ويقارنها مع routing table تابعه رح يجي على اول network address طبعا حيضيف diamond cost plus one اللي هي distance ما بين r2 وr1 رح يجي يدور بال table تابعه على entry او network address 130 100 ويحط ال cost مقابلها two one plus one اللي هي بين r1 وr2 لان حيشوف هاي ال cost اقل او اكثر من network address اللي موجود عنده بال table فاذا كان هذا ال entry بيعطيه cost اعلى it should be ignored واذا بيعطيه cost اقل رح يعتمد طبعا لا ننسى انه بيطلع كمان على next hub عنده بال table فاذا كانت جاي اصلا المسج من نفس next hub اللي انا قاعد بستخدموا as a next hub I have to update my table حتى لو كانت ال cost اعلى وهي ناقشناها المرة الماضية الان ال timers اللي نتكلم عنهم قبل شوي قلنا في عندنا اشي اسمه periodic timer او update timer هذا timer اللي احنا قلنا من نبعث من خلاله update message يعني كل ما ينتهي هذا timer نعمل trigger to send update message حتى لو كان routing table تبعي stable طبعا انه typical value 30 seconds بس فعليا ما منخلي كل الراوتر يبعثوا بنفس الوقت حتى ما يصير فيه congestion على ال network فبناخذ range 10 seconds ما بين 25 و 35 كل راوتر الان will set a timer ب random number between 25 and 35 فبالتالي ممكن راوتر يبعث الupdate message تعته every 25 seconds الثاني يمكن يبعثها every 29 seconds الثالث يمكن يبعثها every 33 seconds وهكذا فبالتالي ما منخلي الراوتر يعملوا update at the same time الآن في عنا timer اسمه expiration timer واللي هو يعطيني waiting time لمتى أظل أستنى update message هس بالعادة نحن نتوقع يوصلنا update message قلنا on average every 30 seconds طيب إذا ما وصلني أي update within 180 seconds سبعنا لاحظوا 180 6 أضعاف 30 seconds إذن أنا يعني زي كأني بعطي فرصة لل neighbors تعوني to try six times أنه يبعث برياضك يعني لو فرضا نبعث update وما وصلت ممكن بعد 30 seconds ثانية يبعث another update وتوصل فأنا إذا بمر 180 ثانية وما بيجيني أي updates من my neighbor فبعتبر أنه هذا الانتري الآن expired الانتري اللي هو يعني عندي network address مع ال cost مع next hub هذا next hub إذا ما سمعت منه أي update لهذا الانتري for 180 seconds طبعا هاي عبارة عن typical values أو default values can be changed by the admin على router by configuration routing configuration فإذا بمر 180 ثانية أسمع من هذا next hub لكن في الرب protocol we don't remove the entry immediately once this entry is expired يعني ما في عندي updates أسمع عنه لم 80 ثانية I consider it expired بس فعليا I keep it in the table for 120 seconds بسميه garbage collection timer إذن لاحظوا garbage collection timer بيبدأ يشتغل بعد ما ينتهي عندي 180 ثانية هاي إذن أنا فعليا إذا صار عندي expiration لهذا entry يعني بعد مرور 180 ثانية بقول إنه هذا entry expired لكن ما بشيله من routing table I keep it بس بحط عنده label إنه هذا entry expired I will share it with my neighbors because infinity طبعا الآن أنا لما يصير عندي entry expired معناها أنه ال cost تعته صار infinity so باجي الآن بصير أعمل sharing مع neighbors إنه هذا entry الآن بالنسبة لي expired و ال cost له infinity هاي كأنا بدي أحاول أني أخلي الأذر routers يعرفوا عن هذا entry تبعي إنه الآن expired so I shouldn't delete it immediately لأن إذا بشتبه مباشرة من التابل ما رح أعطي فرصة لأذر routers يعرفوا إنه هذا ال entry عندي الآن updated من real cost ل infinity cost خلال هاي الفترة اللي نسميها garbage collection بظل أبعث update ب infinity عن هذا ال entry وبنفس الوقت إذا بيجيني updates من other routers I don't take it طبعا ليش ما باخذ أي updates خلال هاي الفترة ببعض ال routers بيسمو هاي الفترة ما بين expiration وال garbage collection طبعا إذا انتهت المئة وعشرين ثانية I remove this entry completely من التابل خلال الفترة هاي اللي بيكون ال entry بعتبره expired but not removed yet من التابل في بعض ال routers بالconfiguration بيسموه hold down state أو بيسموه hold down timer ما بين المئة وثمانين والمئة وعشرين هذا ما بين المئة وثمانين ويمر يعني مئة وعشرين ثانية الآن ال hold down هون مقصود فيها انه أنا خلال هاي الفترة I don't accept any updates لهذا ال entry والسبب انه بتتذكروا فكرة three node instability قلنا انه انا بعمل مثلا عندي entry ال cost تاعته infinity وبعد فترة بسيطة بيجيني عليه update بروح بغيرها واذا بتتذكروا بالthree node instability problem اللي تكلمنا عنها سابقا كانت مشكلة انه بيروح بعد ما يعمل ال entry تاعته infinity بيجيله بعديها بفترة بسيطة جدا update من ال neighbor انه تتشينج it from infinity ل cost اقل فقلنا بياخذ هاي ال update ويدخل بال instability الان حتى نضمن انه كل ال routers عرفوا انه cost infinity وما يجي راوتر ويستعجل يخبر عن cost هي ليست حقيقية بنلجأ لفكرة hold down state اللي هي الفترة اللي ما بين collection timer يعني for 120 seconds بستنى ما بستقبل updates من ال other routers لانه بدي اضمن بالأول كل ال routers يعرفوا انه الان cost صارت infinity وبعدها يعطوني ال update الحقيقي so we have three timers periodic timer to see how long or how frequent we should send update message لان expiration to see how long i should wait for update message اذا ما وصلت update message خلال 180 ثانية بعد timer expired وفي عندي another third timer منسمي garbage collection timer اللي هو بعد entry expired we wait 120 seconds before we remove it or purge it من table الان اذا منفكر بهذول التايم منلاحظ انه الperiodic timer بيكون هو one timer for the whole table لكن expiration timer او garbage collection timer بيكون one timer per entry يعني كل entry بال table بيكون في الو expiration timer و garbage collection timer بينما الكامل بيكون الو one periodic timer اللي هو يعني انه متى انا ابعث update message عن ال routing table كامل اذا اذا منيجي الى version two من الرب protocol بتلاحظوا انه بيستخدم نفس الفورمات بتاعت version one لكن اضاف عليها بعض الانتريز اللي ما كانت مستخدمة في version one فاذا بتذكروا في version one قبل شوية قلنا فيه كان هون all zeros مكان الرoute tag كان فيه zeros مكان السبنت ماسك و zeros مكان ال next hub address شو بتعني لهاية ال new fields في version two الرoute tag اللي هو indication للأوتونومي السيستم فصار الآن الروتر لما يجي بيبعث update message it indicates الاتونومي السيستم number طبعا كل الروتر within the same autonomous system we expect to have the same autonomous system number الآن كيف ممكن استفيد من هاي المعلومة لاحقا لما نتكلم عن exterior routing protocols انها يعني معلومة زي هاي بدها تطلع برا autonomous with another autonomous system we can take benefit of this information لما نيجي بدنا نستخدم routing protocol آخر زي مثلا البي جي بي الآن بالنسبة لل subnet mask لاحظوا في الكيس الأولى في version one كنا نتعامل مع network address without subnet mask طبعا هم نعرف انه في حالة اللي classless ip addresses كل ip address لازم يكون مع subnet mask تبعه اما اذا كنا نتعامل مع classful ip address ما في داعي للsubnet mask طبعا لما كنا نقول بversion one all zeros هون يعني ما في subnet mask اصلا في الrib message it means انه by default الrib version one يتعامل فقط مع classful ip addresses بالمقابل rib version 2 support classless من خلال subnet mask فصار الان لما اجي بدي اعمل sharing لل routing table تبعي i send network address واذا بتتذكروا لما كنا نتفرج على routing tables في حالة classless one more column اللي هو من سميه mask فانا الان لما i share my routing table i send network address وبرضه ببعث كمان ال mask اللي لهذا ال network address ال subnet mask الان ال entry الجديد الاخير اللي هو اسمه next hub address بالوضع الطبيعي او normal case هي انه انا لما ابعث update message هاي ال update message لما توصل للراؤتر الثاني الراوتر اللي بعث لي اياها بعتبره my next hub if i accepted ال information اللي بعث لي اياها بالupdate فانا by default i don't need اني اشوف next hub ip address داخل ال rib message وانما رح نشوف بعد شوي انه لما توصلني هاي ال rib message بشوف انا مين هو ال sender يعني بال ip header بشوف مين هو ال sender لهاي ال rib message وبضيفه وباخده as a next hub اذا انا اخدت المعلومة منه لكن في rib version 2 ضافه specific field اسمه next hub بحيث انه بالوضع الطبيعي اذا كان next hub هو نفسه المرسل يعني بدنا نسجله بال routing table تابعنا ف we just set it for zeros زي ما بنعمل بrib version 1 لكن اذا بعمل specification ل next hub address معناته i'm specifying another router as a next hub رغم اني انا المرسل اذا فعليا في حال انه مثلا let's take this scenario في عنا r1 في عنا r2 r1 شايف r2 as a neighbor وبدو يبعث message ل router 3 الان router 3 اللي بديو استقبل update من router 1 ما عنده exchange للمسيجز بينه وبين r2 اذا نلاحظوا الان في عنا three routers r1 r2 r3 r1 can communicate من خلال الرب مع r3 وcan communicate مع r2 بالمقابل r3 يعني بعمل running لل r3 protocol but it doesn't have communication مع r2 الان r1 اذا شاف انه r2 هو better next hub ل r3 فبإمكانه يخبره بupdate message عن r2 بهذه الحالة هيبعث r1 الip address تبع r2 as a next hub ل r3 الان r3 رح ياخذ هذا الupdate ويعتبر الnext hub تبعه r2 instead of r1 رغم انه مين السندر r1 اذا اختلف عندي السندر ip address للرب message مع الnext hub اللي انا بدي اختاره ل my neighbor to use it i specify this next hub بهذا الفيض الان one more thing supported by version 2 اللي هو is called multicast بالوضع العادي بrib version 1 لما الراوتر بده يعمل exchange او بده يعمل share للرouting table تابعه مع الneighbors اللي موجودين على ال connected interfaces تاعته عادة بيبعث broadcast message طبعا لما يبعث broadcast message ستوصل ليس فقط للرouters اللي موجودين على local network ستوصل كمان للhost طبعا الhost سيستفيد منها لأنها أصلا سيستفيد منها فقط neighbor routers وحتى neighbor راوتر يمكن راوتر برضو يعني ما بتعني هاي المسج فلذلك عملوا ما يسمى بالمالتي كاست address وهذا المالتي كاست address بيكون مخصص فقط للرب راوتر يعني أي راوتر رنينج ريب بروتوكول بيكون جوينينج مالتي كاست جروب معين طبعا رح نتكلم عن المالتي كاست in details لاحقا في المادة فإذا عندي أنا مجموعة routers على نفس shared network وكانوا running الرب version 2 protocol they automatically join مالتي كاست group فبصير أي راوتر الآن لما بدو يبعث or to share its routing table مع هذول ال routers it will send using المالتي cast address هذا وبالتالي فقط routers الموجودين على network راوتر 1 واللي موجودين عنده running rib version 2 they will receive the message or process the message أي أي حد ثاني will not process this message الآن تذكروا كنا نقول دائما في family field number 2 يعني TCP IP فعليا rib version 2 support what's called authentication يعني I need to authenticate ascender طبعا هذا from security point view بدي أضمن أنا إنه هذا النايبر اللي قاعد بيبعث لي update message it's not an attacker بحيث إنه بكل بساطة إذا أنا يعني I want to attack مثلا network معينة فصير أبعث أنا update messages وأعتبر حالي إنه أطلب من مثلا النايبر to consider me as a next hub ف ال other routers الآن to authenticate my identity يتأكدوا إنه أنا فعلا router وجزء من الرب protocols اللي الآن running على هذول ال routers we have to authenticate the sender الآن قد يكون بأكثر من طريقة الآن بنرجع بنستخدم نفس الفيلز اللي موجودة بالمسج الأصلية rib version 2 بس الفرق الآن بدل ما نحط tcb family 2 we set the tcb family ل all ones all ones طبعا هون بال binary بنحول ها ل hexa all f إذن إذا كان عندي value بال tcb family all f it means إنه المعلومات اللي موجودة الآن هي ليست عبارة عن network address و cost و next hub و subnet mask زي اللي شفناها قبل شوي وإنما عبارة عن authentication data authentication طبعا ممكن يكون حسب نوع authentication يعني قد يكون authentication مثلا عبارة عن مثلا type 0 type 1 supported by version 2 ممكن ممكن مثلا type 0 it means none يعني إنه ما في authentication وممكن إنه يكون مثلا عبارة عن simple password فبصير أنا الآن إذا وصلني update message من router بشوف الآن ال password اللي هو مستخدمها زي كأنه يعني قاعد بعمل login على system فإذا بستخدم قاعد the correct password I will accept information منه وإذا كانت wrong password فبعتبر إنه هذا يعني بحاول يبعث لي معلومات وهو ما يعرف يعني it's not part of the group of routing protocols تابعون الرب ف authentication type إذا كان عبارة عن simple plain password تنبع text message هون وهذا طبعا not secure anymore إن تبعث ها as a text message or plain text لأنه بكل بساطة لو استخدمنا زي الwire shark الآن اللي بتستخدموه as a sniffing tool we can see the password الممكن طبعا يستخدم هال attacker for authentication في نوع من supported version 2 it's called اللي بيكون في نوع من cryptography فممكن إنه authentication يكون بطريقة أخرى بيكون يعني الـ authentication data تكون عبارة عن hash information وموضوع يعني كيف نبعث authentication وكيف إنها تكون encrypted هاي الـ information وليس plain text موضوع آخر ب كورس أخرى زي الـ information security course أو الـ cryptography course ففي هذيك الكورس راح تتطرق لمثل هاي المعلومات إنه how to authenticate a message وكيف الطرق إنه ممكن to authenticate ويكون الـ authentication نفسه encrypted for now عالأقل نعرف إنه rib version 2 supports authentication مقارنة برب version 1 which does not support authentication الآن إذا يجينا نتكلم عن الرب message itself الآن إحنا قلنا قبل شوي إنه الراوتر they exchange رب messages معناته one راوتر will send رب message لراوتر ثاني neighbor كيف بده يبعث له إياها كيف بده يوصل نعرف إحنا إنه أي message بدي أبعث ها from one end to another end we put it in ip datagram or ip packet and send it ففعليا الرب message نتعامل معها ما بين الراوتر as a control message يعني الراوتر لما يجي يبعث message رب message لراوتر ثاني كأنه بيجي على مستوى الابليكيشن layer وبيبني rib message اللي شفناها قبل شوي بيعمل لها encapsulation جو update header الآن كل الراوتر اللي running rib بيكونوا listening على well-known port 520 الآن أي message أنا ببعثها على port 520 as a destination port رح يستلمها هذول الراوتر and process it طيب مين هو الراوتر اللي أنا قاعد ببعث له هاي المسيج ويكون حاطه في destination IP address إذا كان specific neighbor I put its IP address at a destination إذا كان بدي أبعثها لكل الراوتر كلنا في rib virgin 1 رح يكون عبارة عن broadcast address بينما virgin 2 رح يكون عبارة عن multicast address الآن لاحظ الآن يعني شغلة كثير الطلاب يعني لما نوقف عند هاي النقطة يصير يستفسر أنه دائما نحن نعتبر الراوتر as layer 3 device يعني أنه يشتغل فقط على IP header فالآن كيف دخلنا transport layer في الموضوع وكذا ونحن نتكلم عن راوتر ننميز بين شغلتين رئيسيات الشغلة الأولى أن الراوتر لما يوصل IP packet مش موجه إله يعني just to forward a packet تعمل الراوتر أول ما توصل IP packet بيفتح الIP header زي ما بنعرف لأنه بيشتغل layer 3 device وبيشوف في الIP header مين هو الIP destination address إذا كان الIP destination address أخص الراوتر نفسه يعني معناها المسج مش جاي إلي أنا كراوتر وإنما جاي إلي بس to forward it كيف بعرف هذا الكلام من destination IP address اللي بالIP header تبع الباكت اللي وصلت لي فإذا كان الIP address فيها destination it's not my IP address as a router معنى ذلك أن I just go to the routing table وأشوف فهون أنا بتكلم عن راوتر بيشتغل على layer 3 لكن إذا راوتر بده يبعث message update message لراوتر ثاني معناها المفروض هذا الراوتر الثاني to take this message and process it يعني بده يفتحها ويشوف المعلومات اللي فيها ويعمل update على routing table تبعه so this message is not a packet to be forwarded وإنما a packet to be processed يعني الراوتر بده ياخذها ويفتحها ويقرأها for itself فبهاي الحالة إذا إجا الراوتر وصلته IP packet واتطلع على IP destination address ووجد its own IP address هو destination معناته هاي ما بدها forwarding هاي بدها processing locally يعني أنا كراوتر كإني أنا destination الhost اللي لازم يستلمها في هاي الحالة باجي باخذها وبعطيها لل upper layer يعني بفتح IP header بلاقي مثلا upper layer update UDP فبعطيها لل port 520 وبعدين UDP protocol بيعطيها لل application نفسه اللي هو بيكون running على port 520 بيفتح الrib message وبيقرأ المعلومات اللي بداخلها وبيعمل update على routing table إذن فعليا الرouter it's a device it has all the layers من application layer down to the physical layer بس متى بيستخدم upper layers اللي فوق network layer بيستخدمهم فقط to process المسيجز تبعات الرouting protocol تبعه أما في الوضع الطبيعي لما بده just to forward packet ويشوف الرouting table تبعه ويعمل لها forwarding هون بيكون بس بيطلع على up to the IP header فميقول بيشتغل فقط على network layer إذن نرجع مرة ثانية الرouter is a device بشبه الhost it has operating system بس الoperating system تبع الhost عادة هذا الoperating system اللي بنزل على الرouter شبيه شوي بالlinux operating system اللي موجود على الhost but it's not the same operating system تمام فعسبيل المثال بال Cisco routers they have operating system called iOS بشبه بالاسم ال operating system اللي موجود على apple mobiles بسموه iOS ال operating system اللي موجود على routers تبع it's called iOS وهذا operating system it has كل layers بداخله يعني موجود في اكثر من network layer في عنا update layer في عنا UDP layer في عنا protocol TCB protocol يعني transport layer موجودة بس مرجع من قول متى الراؤتر يضطر يستخدم upper layers اللي هو يعني انه يشوف الباكت من الداخل وليس فقط يطلع ال IP header just in case أو في الحالة الوحيدة the case when the router has the IP address تبعه موجود as a destination فبهذه الحالة الباكت جاي للراوتر نفسه وليس to different destination and should be forwarded بالوضع الطبيعي اللي نستخدم فيها الراوتر our next protocol رح نتكلم عنه من ال unicast routing protocol هو OSBF protocol الOSBF protocol بيعتمد على routing algorithm اللي كمان شفناه في مادة ال network زياد بتتذكره اسمه link state routing إذن الآن الRIB protocol كان بيستخدم distance vector routing الOSBF protocol again it's an intra-domain routing protocol يعني يستخدم within the autonomous system بس طريقة ال-exchange للمessages ما بين ال-routers وطريقة بناء ال-routing table وطريقة update ال-routing table مختلفة بالاعتماد على مبدأ link state routing instead of distance vector routing طيب نرجع نتذكر مع بعض زي ما قلت اللي ناسي فكرة link state completely routing يرجع لمادة network أو للكتاب chapter قبل هذا أو هذا chapter في more details عن link state routing routing راح نستعرض فكرتها بشكل سريع الآن فبنرجع مرة ثانية بنقول إنه بالشكل عام المين difference ما بين link state routing و distance vector routing إنه كنا في distance vector routing we share the message between neighbors only يعني الراوتر بيبعث update message تبعته just to the neighbors لكن في حالة link state routing الupdate message اللي بدي أبعث ها usually I send it to all routers موجودين في autonomous system we call it flooding أو broadcast وبالتالي الراوتر بيبعث again instead of sending الراوت الراوت تاب التبع وكامل زي ما كان يعمل الرب أو distance vector routing أنا ببعث information about the links اللي أنا شابك عليهم هذا router يعني my connected links وnetworks اللي حوالي ببعث فقط معلومات عنهم لكل الراوتر اللي موجودين في autonomous system الان كل راوتر موجود في autonomous system بعد ما توصل هاي المعلومات عن راوتر معين مع اللي حوالي ومين هما الناتور اللي هو شابك عليهم هيجي كل راوتر يبني database عن التوبولوجي كاملة ويصير عنده تصور كامل شو شكل التوبولوجي تبعت هاي الاتونومات الاتونومات سيستم وبناء عليها each راوتر will run link state routing algorithm اللي هو كنا نسميه مرات تايكسترا algorithm وبناء عليها كل راوتر will generate its own routing table يعني فعليا اللي سيصير اشي زي هيك هون في عندنا مثلا هذول الراوتر الراوتر را ال update message اللي راح يبعث ها ل c و d و b هذول طبعا فقط اللي أنا بقدر أعمل معهم direct communication ال update message اللي راح أعطيها ل b c d ما راح تكون my own routing table زي ما كان يعمل ال 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 protocol وينما راح تكون information about my links عشان يك سمو link state وضع links عندي ف بخبر مثلا أنه I'm connected مثلا مع router b as a neighbor because five I'm connecting with router d because three I'm connecting with router c two لأن هاي معلومات أنا ببعثها بقول مثلا I'm connecting ل network والnetwork address تبعي كذا من interface مثلا one وعندي network مع interface two وعندي network مع interface three هاي بنسميها routing information أو link state information هاي المعلومات ببعثها أنا لل routers b c d as neighbors الان router c لما يستلم من router a بيعمل لها forwarding propagation ل router b e والمعلومات اللي اجت من a ل b برضو بيعمل لها forwarding ل other routers اللي موجودين في topology لحد ما توصل المعلومة تاعة a لكل ال routers اللي موجودين في النتورك ف router e will know about router a بعد ما يعني ينعم database يبني topology شبيهة بالtopology الاصلية اللي هو موجود بيها ويعتبر حاله source يعني لاحظوا الان كل router صار عنده information about the topology بس الان لما بده يبني its own routing table لاحظوا انه we don't exchange the routing table itself وانما we build the routing table locally حييجي الان router دي يعتبر حاله source ويقول انا كيف ممكن اوصل لكل destinations اللي موجودين في هاي النتورك يعني بصير يتعامل مع هذول as nodes ويقول انا كيف ممكن اوصل ل network A اللي موجود عليها router A كيف اوصل ل network C اللي موجود عليها router C كيف اوصل ل network B اللي موجود عليها router B كيف اوصل network E طبعا بصير الان يعمل calculation عن طريق ال dekestra algorithm يدور شو shortest path to reach B كسا لاحظوا مثلا انه it can go ل B عن طريق A بعدين يروح ل B او انه ياخذ الباث الثاني يروح ل A بعدين يروح ل C بعدين يروح ل B اي path رح يختار رح يختار طبعا the shorter path وهذا اللي هو جزء من شغل ال dekestra algorithm كل router الان حياخذ التوبولوجي ويعتبر حاله source فيها لاحظوا A الان رح يعتبر حاله source ويبني routing table على هذا الاسائل router B رح يعتبر حاله other root لهاي tree و starting from B كيف انا ممكن اوصل لل other networks الموجود بهاي التوبولوجي هون تذكير سريع بفكرة dekestra algorithm لو اخذنا الان كل router كيف شايف الRouters اللي موجودين الاخرين عنده as nodes بال topology تاعته وهو الان رح يبدأ من عنده as a source الطريقة اللي بنعرفها انه زي ما قلنا يعني جزء من المادة تابعة النتوركس لما كنا نبني routing table step by step كنا نبدأ من node a ونبدأ explore the neighbors فنقول انه i can reach b because 2 بعدين i can reach d because 3 الان بنطلق من b as a next hub وبقول الان لو بدي اوصل ل e في عندي two paths باخذ كل الحالات الممكنة i will explore كل paths ل e بقول i can reach e on طريق b because 2 plus 4 6 أو to go through d because 3 plus 5 8 so to reach e افضل اخذ الباث 2 plus 4 which is shorter than 3 plus 5 فا افضل ببدأ ابني زي 3 عندي واضيف for example الان b as next hub for e وبلغي entry أو link virtually طبعا وانا قاعد ببني بالتري تاعتي بلغي link اللي بين d e بال table تبعي على اساس او بال database تاعتي على اساس انه i will reach e عن طريق p الان لاحظ لو بدي اوصل ل c نفس المبدأ i have different paths i can reach c by going from a d e f c او to go directly a بشوف مجموعة الكوست في path معين وبشوف اللي بيعطيني shorter cost بكون هو بالنسبة اللي بيعطيني shorter path eventually راح احصل على 3 وافرغ ها بال routing table تابعي فانا الان as a router a i can reach network b زي ما احنا شايفين بcost 2 directly يعني ما بدي next hub i can reach node c again as with b as a next hub لكن with cost 7 اللي هي 2 plus 5 كان حذب لي يسأل كان يشوف ايد رفعت وراحت بس ما اتبع دكتور اه تفضل بدي اسأل دكتور كان ال next algorithm تستهلك كثير يعني من ال processing الآن في عنا شغلتين الآن نأخذهم بعين الاعتبار في عنا local processing يكون مطلوب من كل router locally يبني complete routing table عنده مقارنة ب just for sharing والنقطة الثانية انه المسج نفسها زي ما انت قلت الآن كنا اول المسجز بالرب كانت فقط بين النابور shared الآن نتكلم عن propagation انه المسج راح تطلع من router ويظل تعمل propagation لما توصل لكل routers الآخرين في عنا زي ما بقولوا ضريبة لكل protocol advantage مجرد ضريبة الباندوث بالنسبة للرب انه we share the complete routing table every time بالosbf ما في sharing للrouting table itself بس والtaiming يمكن شوي وإنما موضوع الtaiming والpropagation وهذا زي ما قلنا برضو الosbf يعتبر more efficient than rib بهاي الأمور لأنه راح نشوف انه برضو كمان بيعالج الpropagation بطريقة مختلفة يعني راح نتكيها بعد شو الآن لو اجينا الosbf protocol زي ما عملنا قبل شوي قلنا الrib protocol بيستخدم distance vector routing as algorithm to update routing table تابعه الosbf بيستخدم اللي هو ال dextra algorithm to update its routing table الآن again osbf هو اختصار ل open shortest path first its intra domain again يستخدم داخل الautonomous system إذن أصبح الآن عندي خيارين للautonomous system either to run osbf or rip و بيعتمد بالcost على metric يسمى مرات يعني ممكن يكون different metrics مقارنة في الrib كان عنده metric واحد فقط للك cost يعني measure واحد للك cost اللي هي number of hubs بينما osbf it has different measures للك cost قد تكون cost مبنية على delay بين routers يعني link delay وقد تكون مبنية على الbandwidth تبع ال links فأنا الآن إذا بدي أوصل بshortest path it's not always the shortest path هو number of hubs في هذا path زي الrib وإنما قد يكون مجموع مثلا delay على كل links ما بيني وما بين destination sometimes ممكن يكون عندي two paths واحد في أربعة routers والpath الثاني في ثلاث routers إذا بشتغل عم بدأ rib راح أخذ الباث اللي في ثري routers as a shorter path because I make my measure or metric based on the number of hubs بالمقابل الرب ال OSBF ممكن يبني cost للpath كامل in terms of delay فنشوف مثلا قديش في عندي link delay من خلال هذول ال three routers وقديش في عندي delay من خلال الاربعة routers اللي بيعطي less delay بعتبره هو اللي بيعطي shorter path فممكن يكون اربعة routers بس ال delay عن طريق الاربعة routers هذول أقل من ال delay عن طريق three routers فبعتبر انه is my shorter path إذا بتذكروا بلاب ال net ويمكن للي بدهم يأخذوا اللاب لاحقا واحدة من التجارب في dynamic routing protocols إنك بتعمل run وبتتفرج على ال path اللي بتأخذوا الباكت في حالة الرب وفي حالة ال OSBF فقد تروح الباكت ب path مختلف إذا كان running الOSBF وفي path آخر إذا كان running الرب السبب إنه كل routing protocol بيختار الpath بطريقة مختلفة when it measures the cost الآن ممكن الpath يكون ممثل in terms of throughput or bandwidth يعني عندي مثلا links وأشوف link speed فممكن يكون عندي أربعة خمس routers وربعات لكن speed تبعت links بينهم أقل من link للspeed ما بين مثلا الأربعة خمس routers الثانين اللي في path الثاني فممكن أنا يكون المترك تبعي مبني على أساس speed of links بدل ما delay of the links فالosbf it has different what's called type of service matrix tos ولما نجي نعمل update بعد شوي بالmessages يعني exchange messages ما بين الrouters رح ننتبه إنه منحدد عادة لما نحدد الكوست منحدد إنه يعني الكوست هاي مبنية على أي type of service الآن نقطة ثالثة يمكن تكون مدخل للسؤال اللي قبل شوي سؤل إنه كيف أنا أتعامل مع الpropagation للمessages بالذات إذا كان عندي عدد كبير من الrouters داخل الautonomous system فبدل ما إنه أخلي المessage to be propagated لكل الrouters اللي موجودين بالoperating system بالautonomous system we divide the autonomous system to what's called areas شو يعني يعني منجيب الautonomous system كاملة اللي فيها كل هذول الrouters وبدل ما نخلي مثلا الrouters هذا اللي موجود هون عنا على الشمال إنه يبعث إنه المessage تحته لازم توصل لكل الrouters اللي موجودين هون مثلا لحد هذا الrouters بنقسم الrouters لأ areas حتى نخفف من الآن الpropagation للمessage فشو اللي بيصير الآن بيصير إنه لما الrouters يبعث الupdate message تاعته بدو إياها تpropagate لكل الrouters فقط الrouters اللي داخل الarea تاعته هم اللي توصل إلهم الآن هذا الrouters اللي هو نسمي area border router اللي هو بيفصل ما بين two areas ما رح ياخذ الupdate من هذا الrouters ويطلع ها برا الarea زي فكرة الrouters لما نستخدمه في broadcast ما بيطلعها خارج local network هون نفس المبدأ هذا الrouters ما رح يطلعها طب الآن السؤال كيف طيب الother routers اللي هون المفروض يعرفوا بعد فترة عن updates تبع هذا الrouters they don't have to see every single update بتطلع من هذا الrouters وإنما الآن بيجي دور هذا الarea border router إنه يعمل summary أو يلخص كل المعلومات من كل الrouters عن الnetworks الموجودة ويبعث هاي المعلومات بشكل ملخص لل الrouters اللي خارج الarea إذن بدل ما نشغل الrouters كلهم بكل الupdates اللي بتطلع من هذا الrouter أو هذا الrouter أو هذا الrouter بيكون في عندنا area border router بيلخص هاي المعلومات كلياتها يعني شو اللي طلع فيه كنتيجة من كل هاي الupdates وبيبعث summary للrouters اللي بالarea الثانية الآن بالمقابل الrouter اللي موجود هون مثلا كborder router بين area zero وarea two رح يعمل نفس الكلام will summarize the information it has and give it للrouters اللي باريته إذن فعليا حتى نخفف من الpropagation لevery single update بين الrouters we divide الautonomous system لareas وبيصير الscope تبع الupdates فقط within the area لكن بيضل في دور إضافي للarea border router إنه again بدنا كل الrouters يعرفوا بهاي الupdates but they don't have to know every single update بتطلع من router اللي موجود بarea one وإنما منلخص اللي وإياه وتلخيص بحيث نخفف من الupdates اللي بدها تكون لداخل الautonomous system how to connect الareas مع بعض usually بيكون في عنا area بنسميها backbone هاي area zero اللي هي يعني الarea الرئيسية الآن أي area إضافية شد بي connected مع أي area ثانية عن طريق الbackbone يعني لاحظ area one connected مع الbackbone area عن طريق هذا الراوتر وعنا area two connected كمان مع الbackbone area عن طريق هذا الراوتر فwe don't يعني make direct connection بين two routers يعني منحط الراوتر هذا يشبك مع هذا الراوتر directly they have to go through الbackbone هسا إذا أنا عندي زي مثلا من الشغلات اللي عملتوها بلاب networks إنه لما بريد ال OSBF كنت تعرف فقط one area لكل الراوتر على أساس إنه إذا كان عدد الراوتر صغير we don't have to make multiple areas فمنقول إحنا نتعامل قاعدين مع single فإحنا by default مثلا في lab networks كنا نبني فقط one single area فمن نتعامل مع single area OSBF الآن إذا ببني more than one area أو يعني configure router to be used within more than areas معنى ذلك إنه we use what's called multiple areas OSBF الآن من ضمن الأشياء اللي موجودة كمان في Autonomous System على مستوى OSBF إنه نتذكر في عنا إشي اسمه area border routers في عنا إشي اسمه backbone routers اللي هما routers اللي بيكونوا بالbackbone area اللي هي الoriginal area وفي عنا router اس boundary router هذا الاس boundary router اللي هو الراوتر اللي بيكون زي exit للأutonomous system كاملة يعني كيف الآن هاي الautonomous system والconnect مع other autonomous system إذا بتذكروا أول رسمة بدأنا فيها chapter routing protocols كنا نقول إنه دائما بيكون في عنا router على boundary تبع الautonomous system to connect with the others هذا منسميه Autonomous boundary router الآن كيف الrouters to exchange messages بين بعض وكيف to pass summary بينهم هذا كله رح يكون موضوعنا المرة القادمة إن شاء الله لما نبدأ بالdetails تبع الOSPF update packets أي وعدنا عندك سؤال كتور بس هسا area border router هدول backbone هما بس يعني هما اعتبروا بالOSPF اشي special ولا زيهم زي باقي router زي updates وكذا لا هما router عاديين بس الفرق الآن إنه يعني أي updates بدها تطلع من area 1 it has to go through backbone routers لحد ما توصل لarea 2 فهما فقط يعني عبارة عن path اللي بدها تمر في update من area 1 لarea 2 بس بقي routers يشوفوهم عادي نعم يعني الآن هذا router مثلا هيبعث عادي OSPF update عادية داخل الarea ويوصل لكل routers اللي موجودين جو الarea تاعتهم فهم من ناحية functionality they are يعني normal routers أو internal مرات بنسميهم routers اللي هم يعني بيشتغلوا داخل الarea بس بس الفرق الآن انه الـ traffic من area 1 لarea 2 it has to go through هذول الـ routers اللي احنا سميناهم الـ backbone routers طيب رح نوقف اليوم عند هذا الجزء والمرة القادمة ان شاء الله رح نبدأ ب how to exchange messages داخل الـ autonomous system باستخدام ونبدأ ندخل بالتفاصيل ان شاء الله المحاضرة القادمة اي سؤال استفسار لحد هاي النقطة طيب يعطيكم العافية يعطيك عافية الله عافية